السلام عليكم أتمنى تكونوا بخير متابعي الكرام رمضان كريم وكل عام أنتم بخير تقبلوا الله مننا ومنكم صالح الأعمال حبيتوا أن تشاركونا فطورنا اليوم فطور بسيط ولذيذ نبدأ بسم الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية رح أنقع كوبين من الرز الرز الحفته قصيرة أغسل الخضار أحطها الجنب وعندي هون نص فروجة أو نص فرخة رح غسلتوها بالمي ونقعتوها عشر دقات بالليمون والخل والملح بعد ما نقعتوها رديت وغسلتوها وحطيتوها بمصفا وتركتوها إلى نشفة من المي رح أبدأ أحضر التابلة التابلة نحتاج إلى نص كوب من الخافر أو اللبن أو الزبادي نحتاج إلى ملعقة كبيرة من معجون الطماطم ملعقة وسط من دبس الفليفلي وربع كوب من زيت الزيتون الملح حسب الرغبة رح أضيف ملعقة وسط من الكزبرة والكمون والزنجبيل والفلفل الأسود والبابريكا وملعقة صغيرة من القرفة عندي خمس سنان ثوم هرستوها رح أضيفها للتابلة مع عصرة ليمونتين نخلط كل المكونات ونتبل فيها الفروج هي نص فروجة ما بدها تابلة كثير أما روتيني بشهر رمضان المبارك بعد ما أخلص صلاة صلاة العصر وأقرأ جزء أو جزئين من القرآن الكريم نفوت على المطبخ لأن من نفوت على المطبخ ونبلش بتحضير الفطور ما رح نطلع إلا بعد ما يأذن المغرب فأهم الشي نحافظ على الصلاة نحافظ على القرآن نحافظ على الأذكار لأن شهر رمضان هو شهر القرآن والله يتقبل منا ومنكم صالح العمال وبعد ما تبننا الفروج مثل ما لاحظتم بشكل جيد رح أحطه بكيس حراري وأضيف له الخضار عندي ثف حبات بطاطا حبتين من الطماطم حبة من الجزر وبصلة وكم سن من الثوم نقطعها بهذا الشكل ونخلط معها باقي التبلة رح أحطها بالكيس الحراري وقبل ما ننتهي من تحضير الفروج يكون الفرن شغال وساخن رح أضيف كليل الجبال لي أطيه طعم جدا لذيذ وريحه شهية لهاي الأكلة رح أثقب الكيس وأحط الفروج بالفرن بالأسفل في البداية إلا تستوي بقى ساعة بالفرن تقريبا وهاي عندي الرز نقعنا وضفنا له رشة ملح حتى ما يتكسر معانا رح أنقع التبولة أحب تكون المقبلات تبولة بس ما أكثر برغل تقريبا أربع ملائق كبيرة من البرغل أنقاها بأصرة ليمون ودبس الرمان والملح ونعنع ناشف ونتركها إلا ينقع البرغل ويتضاعف حجمه وما تكثروا ملحات زائي ولا حامض كثير حتى ما تقطشوا لأن أيام الصيام أترك البرغل حتى ينقعوا أبدأ بأقطع الخضار رح أضيف لهم العقا كبيرة من السماق تأطي حموضة طبيعية للتبولة ورشة من النعنع الناشف مثل ما لاحظتم عزائي في البداية غسلنا الخضار وتركناها إلا تنشف من المي أحب أقطع الخضار بهذا الشكل ما تكون كثير نعمة أحبها خشنة الخضار الموجودة عندكم خس بقدونس طماطم إخيار ما أتزم بأي نوع خضار أي خضار موجود عندي وبيها فايدة أحب أقطعها وأضيفها للتبولة أو للسلطة وفي نصيحة عزائي لكل مريض سكر وأنا وحدة منهم أنه نبدأ فطورنا بكوب من المي ونتناول تمرة واحدة ونقوم نصلي المغرب بعد صلاة المغرب نبدأ بطبق السلطة أو طبق التبولة حتى تنشط البنكرياس وتشأرنا بالشبع ومعنى كل كثير على الفطور وهاي عندي التبولة جاهزة قبل أذان المغرب بخمس دقائق أو عشر دقائق رح أضيف البرغل وأخلطها بشكل جيد طبق السلطة الزائي كثير مهم وخاصة المريض السكر بعد ما ننتهي من تحضير السلطة رح أبدأ بطبخ الرز نقعته الرز تقريبا ربع ساعة ضفته قليل من الزبدة وقليل من الزيت النباتي حتى ما تنحرق الزبدة ضفته حفنة مليشعارية من يتغير لونها اللون الذهر هي أضيف الرز وأشوحها مع بعض حاولوا أنه تتخذ بالزبدة أو السمنة العربية لأنها مفيدة أكثر من الزيت النباتي والزيوت المصنعة المكررة لكل كوب من الرز رح أضيف كوب من المي ما أحب أكثر مي للرز دعبة الحبته قصيرة حتى ما ينهرس معنا من اللاحظ أنه بلش الرز يغلي بهذا الشكل أضفت له ملعقة وسط من الملح أغطي الطنجرة وأخفف النار شمعة وأتركه إلا يستوي تقريبا الرز عشر دقائق ويكون جاهز معنا وهاي الرز عندي استوى ولكن ألاحظ أنه الرز لسه ما استوى كثير حبة الرز لسه فيها قطة إذا لاحظتم الرز ما استوى عزائي تساووا حفرة بالوسط واضيفوا نص كوب من المي وتغطوا الطنجرة وتتركوا إلا يستوي أما الفروج عزائي بعد مرور ساعة ما شاء الله هاي عندي الفروج استوى بعد ما استوى رفعته صينية الفروج تحت الشواية خمس دقائق حتى تتشقر وتصير بهذا اللون ما شاء الله مستوي والرز عندي استوى وتبولة جاهزة وهاي فطورنا جاهز رح نبدأ نسكب الرز والفروج بطبق التقديم بقى على الفطور تقريبا خمس دقائق وصفتنا خلصت لليوم عزائي قال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا وما تنسوا وما تنسوا أعزائي ما تكثروا بالأكل حتى تقوموا وتصلوا التراويح وانتم نشيطين لأن واحد بس يأكل كثير ما راح يقدر يتحرك أزين الرز بالبقدونس وممكن إضافة عصير الليمون للفروج طعمه كثير لذيذ وأهم الشيء عزائي قبل ما نفطر ما تنسوا الدعاء الأهنى في غزة دعاء الصائم مقبول إن شاء الله ربي يفرج عليهم ويحفظهم وينصرهم وصفتنا خلصت لليوم عزائي تحياتي للجميع وأهلا وسهلا بكل مشترك جديد وما تنسوا دعم القناة وتتركوا تعليق حلو مثلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته